لا يعكس صوت الموسيقى الهادئة في غرفة العمليات ترفا يتطلبه المكان بل يبدو إجراءا ضروريا يراد منه الحد من الضغط الذي يعاني منه الجراحون هنا في المستشفى العسكري في زاباروجيا حيث يصل الجرحة باعا من أرض المعركة فاسيلي جراح انتقل من مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود جنوب أوكرانيا إلى مدينة زاباروجيا المشتعل محيطها للمساعدة في إسعاف جرح الجيش الأوكراني التحقنا بالمستشفى العسكرية في ظل الظروف الطريقة التي تعيشها البلاد نجري هنا إسعافات أولية رغم الإمكانات المحدودة نعمل هنا على مدار الساعة وعلى مدار أيام الأسبوع كل شيء في المستشفى يذكر بأرض المعركة فلا معطيات دقيقة عن أوضاع الجبهات هناك ولا تفاصيل دقيقة يسمح لنا بنقلها من داخل المستشفى هنا مقاتلون ينتظرون أخبارا عن زملاء لهم جرح في الميدان وآخرون يأخذون قسطا من راحة قد لا يجدونه في الجبهات بينما نحاول الاطلاع على أوضاع الجرح عن كثب لكن بعيدا عن الكاميرات تصلنا يوميا الكثير من الحالات وجروح بعضهم خطيرة وللأسف اضطررنا أحيانا إلى بتر أعضاء لجنودنا لأننا لم نستطع فعل أي شيء آخر نعمل بإمكانياتنا المحدودة لكننا ننجح بإسعاف الجميع الأوضاع في الباحة الخارجية للمستشفى ليس أفضل حالا ترقب يلف المكان سيارات إسعاف عسكرية تنتظر أوامر الانطلاق لنقل مزيد من الجرح على وقع اجتداد المعارك في ضواحي المدينة قد لا تشاهد الحرب بالعين المجردة لكن من السهل أن تتحسسها بعيون الجرح هنا حكاية ما يقارب ثلاثة أشهر من الصراع في بلد يرى كثيرون فيه أن بناء الصحة النفسية لمن عايش الحرب سيكون أولوية على بناء الحجر علي رباح العربي من المستشفى العسكري في زبروجيا